اللي قدام حضراتكم هي أكبر عشر شركات لأشباه الموصلات في العالم لو ركزتوا حتلاقوا أنهم كلهم جايين من ثلاث دول بس هي اللي بتسيطر على صناعة أشباه الموصلات العالمية سواء تصنيع أو تصميم تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة حنركن الدول دي على جنب بقى وحنروح لدولة ربعة خالص دولة كانت في وقت من الأوقات بتسيطر لوحدها على أكتر من نص صناعة أشباه الموصلات العالمية الدولة دي حالياً مفيش شركة واحدة منها في قائمة أكبر عشر شركات زي ما وضحنا ومفيش شركة منها في قائمة أكبر 18 شركة عالمية ده حجم التدهور اللي حصل لهم خلال التلاتين سنة اللي فاتوا الدولة دي بقى هي كوكب اليابان طبعاً أغلبكو بيسأل دلوقتي سؤال مهم جداً إيه سبب السقوط الحر ده اللي حصل لليابانيين بالزبط؟ هنعرف مع بعض بعد شوية المهم إنه في سنة 2020 بدأت اليابان تشتغل على مشروع سري وقف وراء الحكومة والشركات المحلية العملاقة بكل تقلها علشان يخلوا اليابان تعمل منتدى سريعة وترجع تنافس بقوة عالمياً في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة المشروع ده واللي عرفناه بعدها بكم سنة وححكي لكم عنه دلوقتي تحول لشركة ضخمة نقدر نعتبرها بدون مبلغة من أخطر مشاريع تصنيع أشباه موصلات في الوقت الحالي شركة حكيتها كلها بدأت بمكالمة تليفون إيه بقى الشركة دي؟ اللي الأمة اليابانية كلها واقفة في ظهرها وليه عمالقة تصنيع أشباه الموصلات والتكنولوجيا العالميين تاس أمسي وسامسونج وإنتل خايفين منها وهل المشروع الياباني ده حيقلب صناعة أشباه الموصلات العالمية؟ وإيه قصة أخطر مكالمة تليفون تمت في صناعة أشباه الموصلات واللي بدأت الحكاية دي هنحاول نجاوب على كل ده وأكتر في حلقة النهاردة المهمة جداً جداً يلا بينا أنا عشرف إبراهيم قلموك بالاقتصادي في الظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية وموجة التضخم اللي بيمر بيها العالم شركة أكس أم اللي بترع الحلقة دي تقدر تساعدك على الاستثمار وأكس أم هي منصة عربية مرخصة للتداول والاستثمار وبتشتغل في معظم الدول العربية وبتوفر رافعة مالية ثابتة من واحد لألف حتى أثناء الأخبار مع صفر إعادة تسعير وصفر رسوم خفية وفي حساب إسلامي برضو لو حابب تتداول هتلاقي رابط التسجيل في وصف الفيديو وحتحصل على بونس حصري لبداية التداول قبل ما نحكي قصة المكالمة الخطيرة اللي بدأت المشوار ده كله من أربع سنين ونص محتاجين نجاوب مع بعض على سؤال مهم قوي وليه صناعة أشباه المواصلات اليابانية دهورت كده بصوا يا أخوانا بين الستينات وأواخر التمانينات كانت اليابان بتسيطر على أكتر من نص الإنتاج العالمي من أشباه المواصلات وكان في شركتين يابانيتين بيهيمنوا على سوق أشباه المواصلات العالمية هما تشيبة وهتاش وستة من أكبر عشر شركات تصنيع رقائق في العالم كانوا شركات يابانية الهيمنة اليابانية دي بقى زي ما قلت ما استمرتش وفضلت الصناعة تتدهور فيها لحد ما وصلت حصتها من الإنتاج العالمي بحلول سنة 2022 لحوالي 9% بس في أسباب كتيرة للتدهور ده لكن خلونا نركز على أهم سببين أولهم أمريكا أنا عارف أن بعضكم ممكن يستغرب لكن أمريكا كانت سبب في خنق الصناعة دي عمدا في اليابان باختصار شديد في سبتمبر 1986 وفي عز الهيمنة اليابانية على سوق أشباه المواصلات الشركات الأمريكية اشتكت من المنافسة غير العادلة من قبل الشركات اليابانية أو الله ده اللي حصل المهم وتحت ضغوط أمريكية تقيلة وقعت اليابان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري بخصوص أشباه المواصلات كان الهدف منه هو تقليل حصة اليابانيين في سوق الرقائق العالمي لصالح الأمريكيين تاني سبب للتدهور هو خطأ الشركات اليابانية الاستراتيجي اللي تمثل في هوسها بالتكامل الرأسي في الصناعة يعني ايه؟ يعني كل شركة يابانية كانت شغالة بالطريقة القديمة بتصمم الرقائق وبتصمعها وبتسوق لها وبتبعها بتعمل كل حاجة يعني لكن السوق العالمي كان بيتطور والشركات الأجنبية بدأت تفصل التصميم عن التصنيع وتتوسع أفقية زي ما احنا عارفين صناعة أشبال معصطلات قائمة على نوعين من الشركات شركات بتصمم وتطور تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية بنفسها زي IBM وينفيديا وشركات بتصنع أو زي ما بنسميها مسابك التصنيع زي TSMC وسامسونج وإنتل وطبعا كل الشركات دي بيكون بينهم منافسة شرسة وأحيانا تحالفات لمنافسة بعضهم وهكذا التخصص ده خلق مزايا تنافسية كبيرة عند الشركات الأجنبية والشركات اليابانية ما بقتش قادرة تجريها ومن هنا بدأت موازين القوة تتغير وتتبدل في سوق أشباه الموصلات العالمي ورجعت اليابان تقف في نهاية الطبور الكلام الجميل ده ياخدنا بقى القصة المكالمة اللي بدأت ريمونتادا اليابان في صيف 2020 جات مكالمة مفاجأة وخطيرة جداً من عملاقة تكنولوجيا الأمريكي شركة IBM للعجوز الياباني ودهية صناعة أشباه الموصلات اليابانية تتصوره هجاشي هجاشي كان قضى 42 سنة من حياته المهنية في عملاق تصنيع أشباه الموصلات الياباني شركة توكيو ألكترون منهم 23 سنة كرئيس تنفيذ ليها وقتها شركة IBM قدرت تطور تكنولوجيا شريحة الـ 2 نانومتر ودي أحدث شريحة تم التوصل لها لكن لم يتم إنتاجها بشكل تجاري لحد اللحظة بينما أحدث رقاقة بيتم إنتاجها تجارياً لحد وقت تصوير الحلقة هي رقاقة الثلاثة نانومتر اللي بينتجها عملاقة تصنيع TSMC التايوانية وسامسونج والكورية الجنوبية في المكالمة مسؤول شركة IBM قالوا لعمنا هجاشي إنهم عاوزين يقللوا اعتمادهم على شركاءهم الحاليين زي سامسونج بسبب تنفسهم الشديد في مجالات تانية وبيدوروا على طريقة لإنتاج الرقاقة الجديدة بتاعتهم في اليابان المهم الدهية الياباني مصدق سما عرض IBM وعلى طول راح لصديقه المقرب والمخضرم أتسويشي كايكة الرئيس السابق لشركة وسترن ديجيتال يابانية الرائدة عالمياً في مجال تخزين البيانات وقال له على اللي حصل بعدها بدأ الاتنين يكونوا فريق من الخبراء اليابانيين في الصناعة علشان يرتبوا أوراقهم وعلى طول اتحرك كويكة علشان يقاب رئيس الوزراء الياباني وقتها شينزو أبي ويعرض عليه المشروع السري إنشاء شركة يابانية عالمية رائدة في صناعة أشباه الموصلات من الصفر وفي سياق شرحه للمشروع قال لرئيس الوزراء إن ده أهم مشروع ياباني من وقت فترة النهضة اليابانية المعروفة بفترة ميجي المهم كويكة بيحكي الـ Financial Times إنه أخد الضوء الأخضر من رئيس الوزراء وبدأت اجتماعات مكثفة بين أفضل الخبراء اليابانيين عالمياً في أشباه الموصلات علشان يطلعوا بخارطة طريق لأكبر عودة لليابان من أكتر من نص قرن في واحدة من أعقد الصناعات في العالم بعد 138 اجتماع على زوم خارطة الطريق الترجمة لشركة اسمها رابيدوس تم تأسيسها في أغسطس 2022 في توكيو وكويكي وهجاش بيدروح بطل وطني واقف وراء الأمة اليابانية كلها كما علومة سريعة فإسم رابيدوس مشتق من الكلمة اللاتينية اللي معناها بالإنجليزية فاست أو رابت يعني سريع وده بيعكس التزام الشركة بتطوير قدرات اليابان في صناعة أشباه الموصلات بسرعة كبيرة الحكومة اليابانية قدمت دعم لشركة رابيدوس قيمته 920 مليار ين أو حوالي 6.1 مليار دولار وخصصت في ميزانيتها للسنة المالية الجديدة اللي هتبدأ في أبريل 2025 حوالي 100 مليار ين أو 638 مليون دولار وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بتخطط لإدخال تغييرات تشريعية لدعم شركة رابيدوس غير أعانات وقروض تانية ده غير إن فيه 8 شركات يابانية عملاقة واقفة وراء رابيدوس واللي هم ظاهرين قدام حضراتكم أبرزهم تيوتا وصوني ودول ضخوا حوالي 100 مليار ين في الشركة الناشئة ومتوقع يزودوا استثماراتهم قريب بالإضافة لاحتمال دخول شركات يابانية تانية تستثمر في البطل الوطني الياباني الجديد رابيدوس زي عملاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فوجيتسو هنا ممكن حد يسأل سؤال مهم وبديه إذا كانت أمريكا قدرت تخنق صناعة أشباه المواصلات اليابانية في أواخر التمانينات وأوائل التسعينات لحد ما خرجتها خالص برا المنافسة فليد الوقت بتسمح لليابان إنها ترجع تنافس بقوة تانية الإجابة ببساطة الصين الولايات المتحدة من مصلحتها إنه ما تتركزش الصناعة عند TSMC في تايوان بس بسبب رغبة الصين في ضم تايوان لأنها بتعتبرها جزء من أراضيها وبالتالي أمريكا عاوزة يكون فيه نوع من التوزيع الجغرافي العالمي للصناعة الحساسة دي بعيدا عن قبضة الصينيين نرجع تاني لرابيدوس الشركة اليابانية علشان توصل لمرحلة الإنتاج التجاري محتاجة حوالي 6.5 مليار دولار ومع مليارات الدولارات اللي تضخط ولسه حتتضخ فيها خلال السنين الجاية فهي تعتبر واحدة من أكتر الشركات الناشئة عالميا استثمارا في رأس المال واحدة من أعلى الرهانات التكنولوجية اللي قامت بها الحكومة اليابانية من ناحية المخاطرة وحنعرف ليه بعد شوية رابيدوس أنشأت مقرها الرئيس في توكيو ولكن لما جات تختار موقع لبناء أول مصنع فضلت تلف في اليابان كلها علشان تختار الموقع اللي لازم يكون ليه مواصفات معينة وبعد بحث طويل قررت الشركة إقامة مصنعها في مدينة شيتوسي على جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان وبالفعل بدأوا في بناء المصنع من سبتمبر 2023 وتقريبا قرب يخلص وحيبدأوا الإنتاج التجريبي في أبريل اللي جاي 2025 اللي قدامكم ده مش ملعب كورة ده المفترض هيكون الشكل النهائي المصنع شركة رابيدوس السقف الخارجي هيغطى بالكامل بالعشب وحيتزرع نباتات تانية وحيعتمد كليا على الطاقة المتجددة بنسبة 100% وبالتالي فنقدر نقول إنه غالبا أكتر مصنع صديق للبيئة في العالم السؤال المهم هنا هو المصنع ده هينتج إيه بالزبط زي ما قلنا شركة IBM طورت رقائق لتنين نانومتر جديدة اللي ما فيش مصنع رقائق إلكترونية بدأ تصنعها تجاريا لحد دلوقتي بما فيهم تي أس أم سي التايوانية نفسها والمفروض إن تي أس أم سي وسامسونج حيبدأوا يصنعوا الرقاقات دي السنة دي 2025 بس في وقت مش محدد لس مصنع رابيدوس بقى حيبدأ يصنع الرقاقات دي مباشرة وده اللي شغالين عليه في التجارب الأولية دلوقتي متوقع إنهم يبدأوا إنتاج تجاري على أوائل سنة 2027 لو الأمور كلها مشيت بشكل مظبوط ولو تم تنفيذ الإنتاج الضخم لرقائق 2 نانومتر بسلاسة فالشركة هتبنى مصنع تاني حيركز على إنتاج رقائق الجيل الأحدث من 2 نانومتر وهي رقائق الـ 1.4 نانومتر أو اللي حيتم تسميتها A14 لحد اللحظة يبدو إن خطط اليابانيين ماشية كويس يعني في أواخر الشهر اللي فات ديسمبر 2024 بدأت رابيدوس تستلم أجزاء من آلة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى المعروفة اختصاراً بالـ من شركة المعدات الهولندية العملاقة والآلة دي من طراز وده اللي بيصنع الرقائق لـ 2 نانومتر وبدأت الشركة الهولندية في تركيب الآلة بالفعل في مصنع رابيدوس في هوكايدو متوقع أن رابيدوس تركب أكتر من واحدة في المستقبل علشان كده قررت ASML نهتبني مركز خدمات في مدينة شيتوسي يخدم على مصنع رابيدوس والمصنع التانية اللي بتخدم على سلسلة التصنيع واللي متوقع أنها حتتبني في المدينة في المستقبل طبعاً اليابانيين احتفلوا بمجرد وصول أجزاء الآلة دي لأن ده إنجاز كبير دي أول آلة طباعة حجرية EOV تدخل اليابان أصلاً إحنا بنتكلمش عن تلاجة يا إخوانا آلات الطباعة الحجرية دي حجمها ضخمة جداً لدرجة إنه بيتم نقل أجزاءها في طائرات شحن كبيرة وزنها واحد وسبعين طن تقريباً وحجمها زي حجم الحوت بارتفاح حوالي تلاتة ونص متر ده غير إنها غالية جداً جداً سعر الآلة الواحدة بيبدأ من 180 مليون دولار آلة معقدة جداً بتتطلب مستويات عالية من الخبرة التشغالية ومش موجودة غير عند الشركات قليلة جداً من مصنع رقائق الإلكترونية زي TSMC وسامسونج وإنتل وكل اللي موجود منها على مستوى العالم 42 آلة بس سلمتهم TSML هولندية اللي امتابعينا من سنين عارفين إنها المورد الوحيد لآلات الطباعة الحجرية وأمريكا بتسمح لدول محددة إنها تستوردها لكن برغم كل ده فالحلم الياباني مش وردي قوي كده لو بصينا حنلاقي فيه مخاوف كبيرة إن رابي دوس ما تقدرش توفي بتعهداتها وتبدأ الإنتاج الضخم للرقائق لتنين نانومتر أوائل عالفين سبعة وعشرين زي ما بيخططهم فيه تحديات كبيرة جداً قدام اليابانيين وشكوك حاولين قدرتهم على تحقيق الاختراق ده في السوق الصعب والمعقد ده إنت جاي تخبط في شركات بقالها سنين شغالة وعندها ميزات تنافسية جبار شركة TSMC مثلاً مش مجرد شركة في تايوان يا أخوان دي دولة جوة دولة حود كبير بيستحوز على 90% من سوق رقائق الإلكترونية المتقدمة يعني أحدث إنتاج للرقائق من أحدث جيل هتلاقيهم بدأوا فيه شركة يامة حطمت على عتباتها شركات كتير من جميع أنحاء العالم فشلت في منافستها وتصنيع رقائق متقدمة بنفس السعر والكفاءة وبالتالي انسحبوا من السباق رابيتوس اليابانية بقى جاية تبدأ تصنيع أحدث رقاقة في العالم وبتبدأ حرفياً من الصفر متخيلين النطة اللي عاوزين ينطوها؟ أنتو عارفين يا أخوانا أحدث رقاقة بتم تصنيعها بكميات كبيرة في اليابان حالياً كم نانومتر؟ مصنع الرقائق اليابانيين أحدث حاجة بيصنعوها هي الرقاقة الأربعين نانومتر جيل قديم جداً جداً بيتم استخدامه في منتجات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية علشان كده البعض بيعتبر خطوة رابيتوس لإنتاج رقائق الاثنين نانومتر هي خطوة غير محسوبة ومتهورة وخبراء الصناعة والمحللين شايفين أن المشكلة الأساسية عند الشركة هي محاولة البدء مباشرةً برقائق بحجم الاثنين نانومتر واللي ما فيش شركة هتقدر تنتجها بكميات كبيرة غير تيأس أمسي التايوانية مسؤولوا رابيتوس بيردوا على الشكوك دي بأن شركتهم مع آي بي أم اللي طورت التقنية الرئيسية لرقائق الاثنين نانومتر بتديهم الثقة أنهم يقدروا ينجحوا حيث فشل الآخرون التحدي الأكبر بقى اللي بيواجه رابيتوس بخلاف التمويل الرهيب اللي محتاجاه هو الناس الموارد البشرية العقول الزكية والعملة المهيرة اللي حتعمل ده كله وبرغم أنهم بدأوا عملية استقطاب للمهندسين اليابانيين اللي شغالين خارج اليابان إلا أنه لسه فيه نقص كبير في المتخصصين والعملة المهيرة اللي تقدر تأوم الصناعة المعقدة دي وتطورها علشان كده رابيتوس بعتت حوالي 150 مهندس من عندها لمركز أبحاث آي بي أم واسمه ألباني نانو تيت في نيويورك للتدريب وبتخطط تفتح قاعدة أعمال في ودي السيليكون الأمريكي وأقاموا علاقة تعاون مع مركز آيمك هو منظمة دولية في بلجيكا متخصصة في أبحاث أشباه المواصلات علشان يقدروا ياخدوا الدعم الفني منه مش عاوز أطول عليكم أكتر من كده وفي النهاية عندي سؤال لحضراتكم تفتكروا حنلاقي رابيتوس بتنافس الشركات العالمية قريب هل اليابانيين حيقدروا يحققوا المعجزة دي خلال الشهور الجاية هتابع إجابتكم في التعليقات في النهاية لتلقى عبدكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو وطبعا تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبابكم عننا يمكن نستفيدوا سلام اشتركوا في القناة